بعد قربة 36 ساعة من الاختناق المروري في واحدة من أهم نقاط العبور على مستوى الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء العاصميون يتنفسون الصعداء بعد ردم الحفرة الكابوسة التي فاقمت معاناتهم أكثر فأكثر مع ازدحام السيرة الذي بات يحاصر العاصمة قصة الحفرة العجيبة التي شغلت رأي العام الساعات الأخيرة بعد ان ابتلعت خمسة سيارات وخلفت أكثر من عشرة جرحة بدأت مع انفجار قناة للصرف الصحي ليلة الجمعة في حدود ساعة التاسعة وست دقائق أين هرع عشرات الفضوليين لإلقاء نظرة على الحفرة العملاقة الناجمة عن انهيار الطربة والتي تعد الثانية من نوعها في نفس المكان في ظرف شهر واحد هبت من مسؤولي القطاع ساعة قليلة جدا بعد الحادث والمسؤول الأول على العاصمة الولي عبدالقادر زوخ وبعده وزير النقلة بجمعة طلعي أول الملتحقين بمكان الحادث الذي أسعف جرحاه سارعا بمستشفى بن مستوس وزميرلي وتعليمات صارمة لاستكمال الأشغال وعودة حركة السيرة في ظرف 24 ساعة وفعلا بعد ساعات من العمل ليلا ونهارا الحفرة التي أثارت سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من الماضي ما حدث في بن عكنون أثار رعب المواطنين ومخاوفهم من انهيارات أخرى في طرق الموت التي بات المواطن يسأل على المعايير إنجازها وكم ستتحمل مع أمطار الشيطة الذي بدأ يطرق أبواب البلاد أيضا فتح الطريق أمام حركة الموضوع مباشرة بعد نهاية الأشغال يطاح أسئلة أخرى عن أمن وسلامة الماضين